وخلال أقل من المدة الزمنية أمانة العاصمة صنعاء تفتتح جسر ونفق جولة دار سلم أمام المركبات وتبدأ بالتشغيل التجريبي كواحد من أهم التقاطعات الرئيسية داخل أمانة العاصمة افتتح اليوم جسر ونفق جولة دار سلم تقاطع شرع خمسين مع شرع تعز والذي تم إنشاؤه بتمويل حكومي وبحسب أمانة العاصمة صنعاء فإن هذا المشروع انجز في فترة قياسية وبزودة عالية عبر كوادر يمنية مئة بالمئة بعون الله وتوفيقه وبرعاية كريم وفحمة الرئيس يجري تبيد العديد من البنية التحتية للعاصمة صنعاء عاصمة اليمن الموحد وعاصمة الدولة الاتحادية بإذن الله ومنها جسر الشهيدة الهندوانة دار سلم الذي انجز بفترة قياسية أقل من سنة بكواد تصميم يمني مقاول يمني إشراف يمني وبإشهادة دولية هذا مفخرة لكل المهندسين في المشروع الرجال الذين وعدوا فصدقوا بمعادهم مفخرة للمقاول يمني مبروك الأهالي الحي مبروك لمدينة صنعاء مبروك لكل الأخوة الزائرين الصنعاء وعقب رفع الكتل الخلسانية من مداخل المشروع المتعددة تدافعت المركبات وبدأت في المرور من خلاله ومن اتجاهات مختلفة وبحسب الشركة المنفذة المشروع فإن مهندسيها ومهندسي قطاع الأشغال بأمانة العاصمة سيبقون في المشروع لفترة تزيد عن 15 يوما بغية الملاحظة والمراقبة والتأكد من عدم وجود أي اشكاليات أو ملاحظات تم بعون الله افتتاح الجسر اليوم بشكل كامل الجسر كامل النفق مع الجسر مع الدوار وهذا يعتبر يوم عظيم وإنجاز علاس السريع بحسب الفترة علاس السريع التي ألتزمنا فيها الفترة المشروع المحددة علاس السنة تم إنجاز المشروع خلال 8 أشهر وهذا يعتبر علاس السريع أول جسر في الفترة هذه وتعتبر فترة قياسية الآن كما تشايف الحركة علاس السلسة ولازم علاس السحن موجودين في الموقع لمدة 15 أو 20 يوما نتابع برضو علاس السريع موضوع الحركة بشكل كامل إذا كان علاس السريع هناك ملاحظات تظهر يعني بسيطة أثناء علاس السريع ويعد مشروع جسر ونفق جولة درسل من أهم المشاريع الاستراتيجية في العاصمة الصنعاء كونه يقع في أهم مداخلها وأكثرها ازدحاما وبات اليوم رقبا مهما في التخفيف من الازدحامات المرورية الكبيرة التي تشهدها شوارع أمانة العاصمة نتيجة